اشتركوا في القناة أبو اليزيد كان ليس سؤال هو استفسار كده بخصوص حاجة معينة هو ما فيش نقاش طبعا على ما قبل سيدنا محمد من أهل الكتاب أن سيدنا عيسى كان واجب الاتباع في الوقت ده جي بعد سيدنا موسى فهو واجب الاتباع بعد سيدنا عيسى جي سيدنا محمد فهو واجب الاتباع إزاي الفكرة أن أنا ما أمنتش أو كفرت بالرسول سيدنا محمد وفي نفس الوقت أنا هتحاسب وهخش جنة أو نار وأنا ما اتبعتش الرسول الواجب الاتباع في الوقت ده ده سؤالي يعني أنت بتقول أنه أهل الكتاب الذين عصروا رسول كان لازم يخشوا في ديني بالزبط ولا يؤمن برسالته بس لا أتكلم على كل ما انتلى سيدنا محمد حتى يومين هذا بعد سيدنا محمد ما توفيه ولا وقته وقته أو بعده أو وقته أو بعده كل الناس انتبع على دينته مؤمنين بيه مؤمنين بإيه؟ بدينه ولا أنه أرسله وبرسلته وأنه هو أرسل من ربنا طيب أنت شفت ده يعني أنا مش بمتحنك يعني بس أنت شفت أي شبه لده في القرآن من معنى طب ربنا ببعد سيدنا محمد ليه؟ عشان يهدي هؤلاء القوم الذين أرسل فيهم في قوم تانيين معهم كتاب أصلا خلي بالك يعني خلي بالك في القرآن كلمة الأميين مش معنا بيعرفش يقروا يكتبوا الأميين الذين ليس لم يرسل إليهم رسول خلاص؟ وربنا قال في القرآن في صورة ياسين وما كنا معذبين حتى نبعث رسول يعني جي الرسول أنت كده تمام فجي على قوم اسمهم أهل الكتاب في المدينة أغلبهم كان يهود ونصارى خارج المدينة نجران وما حولها الحوار كان ثلاثي فهل في القرآن آية واحدة بتقول لهم سيبوا دينكم وخشوا ديني يا إما أنتوا مش على دين ولا آية بتقول كده هو كل الفكرة أن يقروا في حينها أنه نبي ولا تكونوا أول كافر به ربنا عنهم كده في القرآن لكن هو أليس أن محمد يقول لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بس يعني الفكرة في أهل الكتاب الذين عصروا النبي والذين من بعده ألا يقولوا أنه ليس نبيا من الأصل ده المطلوب منهم ده مش وعنان هم كفار لأن لا يمكن بعدما يجيلك كتاب تؤمن بالله وباليوم الآخر تبقى كافر بس أنا لو أمنت بشيء أتبعه كويس بمعنى أنا أمنت بسيدنا عيسى أنت مؤمن بسيدنا عيسى طبعا حلو أنت في دينه لا بس لأن مؤمن أني فيه سيدنا محمد لا 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 هي المطلوب نفس اللي إحنا مطلوب مننا آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والملائكة والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكتي وكتب يورسه صح؟ يعني أنت مؤمن بسيدنا عيسى أو مؤمن بسيدنا موسى لكن ليس على دينهم كان المفترض من أهل الكتاب يردوننا ساعتها يعني نفس الوضع خليهم على دينهم بس يؤمنوا أن محمد الذي بشر به المسيح في نظر المسلمين أنا ما بقولش تفسير للإنجيل الإنجيل فيه تفسيره والناس اللي يختصوا به من المفترض عندنا أنه بشر به وسيدنا إبراهيم بشر به ودعوة إسماعيل أرسل فيه خلاص يبقى آه أرسل فقط لكن هي المشكلة أن يهود المدينة حين ذاك لم يعني يعترفه ولو مر أنه رسول بس المسيحي أو اليهودي الآن إذا تم تصدير له فكرة مشوهة عن النبي توافق حاجات معينة يعني مش عايزة تدخل أوه بس هناك في سفر التسنية عن النبي الكذاب الذي يموت يموت هناك يعني يقتل ربنا يقتله ودي أوصافه ثم جاء أحدهم وجعل هذه أوصاف التراث عن الرسول بالحرف شيء كده نشرحه بعدين فهو من حقه الآن أن يرى النبي مشوهة ولا يؤمن به لكن العيب كل العيب على الفترة المعاصرة للنبي اللي شافه وشاف الآيات اللي ربنا قالها البني يا أهل الكتاب وقاعد يكلمهم في سوط البقرة كثير جدا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب ولم يؤمنوا به لكن الآن الوضع مختلف محمد اللي يصدر للعالم ويتعرف عليه من خلال للأسف أتباعه وكتبه لو شافوا الأوصاف دي هيقولك طب أنا مالي أكيد مش كيف في حاجة مش مزبوط ناخد سؤال تاني طب تصدفا أنا أرى في الموضوع اللي حضرتك وكلمه فيه اللي أيت اللي على قوم موسى اللي جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم من تحل إشكالية كبيرة اللي هو لما يبقى عارف اللي ده الحق وشايفه إن ده صادق ويجحد به وهو مستيقن نفسه اللي هو ده فعل تاني بخصمه الكفر كفر كفر بالله لأنه جحدوا بها هنا يا فكرة وجود الله وده كان دليل مقدرة المعتزلة على تعريف الكفر الكفر أنا قلتها مرة زمان هبعملها حلقات طويلة بس قلتها زمان جدا الكفر فعل مش وصف فعل كفر فعل الفعل ده مبني إنه عرض عليه شيء ثم هو كفره يعني سطره ما حبوش لكنه مش وصف كده طرف إنه واحد اسمه كفر إحنا نقول عليه كده لا لازم يكون نعرض عليه الإسلام الصحيح ورفضوا مية في المية بالجحود أنت بتتكلم عنه خلاص ولذلك أنا قلتها مرة وهقولها تاني أن كل من هو بعد وفاة النبي جال الإسلام بالشكل إحنا فيه النهاردة أو غيره ثم يعني عمل رد فعل سلبي هذا ليس بكفر ولا يوجد للكافر الذي في القرآن وجود على الأرض الكافر الذي وصفه في القرآن هو في حال وجود النبي لأنه تعرض عليه نسخة البيور بتاعت الحكمة وموازلة الحسنة ومحدش هجمه ومحدش دخل عليه بيوته وهو قال لا ما بعد ذلك بيوم كل الحقوق ليهم أنهم يقولوا لا لأنه شافوا الصورة يعني تخيل دلوقتي لوحد الأوروبي يقال له يعني هاتكلمي عن الإسلام أصلا فكفر به ده مش الكفر في القرآن لأنه ما تعرضش عليه لمحمد النبي وقف قدامه ولا أخلاقه ولا ديانته ولا حاجة خالص تعرض عليه وسام بن لادن فكفر فعل إذا تم حينها هو الكفر اللي أنا بعرفه ما بعدها غالبا هم اليوم حق تمام بالنسبة للحاجة تانية بالنسبة للتمييز اللي زادة ما تكلم عليه يعني أكتر دعا بيستفزين دلوقتي في الصلاوات والتراويح وكده اللي والله ماشي مرضانا ومرضى المسلمين أعلى طب لو ليه جار مسيحي يعني الإسلامي الآن مش بس تمييز ولا أنانية لدرجة من الغل والحقد على أي حد تاني غير المسلمين فضل فانوستاذ حامد صلاح الدين هي في آية حاسمة تحسن كل الجدل ده حوالين الناس المؤمنين وإمونوا بمين ربنا أعلم في القرآن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابقين من آمن منهم بالله واليوم الآخر كذا كذا إلى آخر الآية فلا خوف علي وانه يحزن في الآخر جميل بس يا ربنا حسنها إذن في ناس صادقين حكاية إيمان أهل الكتاب في القرآن لا نكرانة له هو بس بتكلم نصحات لا طبعا النسخ لكن سؤال أستاذ أحمد أنه كان حتى لو هم وصفوا بالإيمان حين وجود أنبياءهم يعملوا إيه ساعة وجود النبي محمد كلنا عايز أكد عليه تاني إنكار نبوة النبي محمد كفر بنبواته كان المفترض أنه يعني يؤمنوا بالله ويخليهم على دينهم بس يؤمنوا أن محمد قد أرسل ولو أسماء بشر بها المفترض في الكتاب الكتب العهد القديم والعهد الجديد يعني كتاب مقدس على بعضه يعني لكن الذي صدر لهم دلوقتي موضوع تاني لكن في حينها شافوا العلامات بالذات يهود المدينة وكفروا بها ده كفر بالنبي محمد لكن أولا ليس كفرا بالله اثنين لا يمكن تحميل هذا الذنب على من بعدهم لأن من بعدهم شافوا أوصاف تاني خاصة كتبت في التراث إحنا نفسنا بنتكلم فيها وبنعاني منها إحنا نلوم اللي كتب الكلام ده على النبي الذي يتبعه يعني متخيل إزاي كده موضوع هولندا أنا قلت مرة يعني هما كتبوا الأوصاف دي جابوا من أنه هو الرسمة الأديمة بتاعة 2000 و7 قنابل ونساء وكده والفيلم بتاع تيو فانجوخ برضو معه برضو بالزبط لأنه الرجل الهولندي اللي هو بعد كده يعني لأنه قال دول أتباعوا جميعا كتبين عنه كده أنه يعني جام مريلو اللي هي المعارضة الفرنسية بتقول بالمناسبة الشيخ الأزر الصدفة بتقول أنه مرتزقة المسلمين دول كان مرتزقة بيقطعوا الطريق لأن أنت اللي مصدروا في الكتب وبياخدوا القوافل وبيعيشوا علي فانتم كنتكلم عن الصومال على موضوع المضيق في عبالمن فبتقول أنتم مصدروا اليوم لا تلوم فيه أحد إحنا نصلح بنقول لهم والله يا جماعة مش دي الصورة خالص فهو مش الأوصاف دي فهو مش النبي اللي عنده البابا جون بول طلعي اعتذر عن تاريخ الكاسوليك طبعا دي مثالية مثالية فرقت على فكرة لأن الوقت الأوروبي دلوقتي ولا شاب الأوروبي مش ممكن تقوله ده زمان العزة لما كون نقتل الناس بسم المسيح يقولك لا ده زمان أنا باعتذر عنه ده دموية المسيح طبعا استضفتني يعني أشكرك يا أدم وساعت أصرتنا جدا والنقاشات بتفتح عقل الواحد لأن دايماً واحد في حالة قلق وفي حالة بحث ولا يمكن واحد يجزم يعني يمكن أنا على المستوى الشخص اللي يمكن أجزم بحاجة نهية فكاد فرصة لي أن أنا أتعرف على أفكارك نورتنا يا أدم وجدل بالمناسبة بنفكر نخليه بشكل يعني غير دوري لكن هتمورنا قريبا الله يخير ساعت لك أشكركم وبكرا نكمل جدل ومنقشة جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة